عادي عدد من التعليقات لو هنتكلم على توقيت التدخل الروسي في الحقيقة ان روسيا بتدعم بشار الاسد من ديوان من مارس 2011 التدخل في رأيي مرتبط بعدد من الاعتبارات الاعتبار الاول فكرة فتح قاعدة انجرليك للقوات الامريكية كان هناك ادراك لدى القيادة الروسية ان هناك صفقة تمت بين تركيا وبين قوات تحالف ان فتح قاعدة انجرليك بعد ممنع من تركيا سيترتب عليه اقامة منطقة عزلة اقامة منطقة عزلة تعني تقسيم سوريا الى مناطق نفوس ستكون هناك منطقة عزلة اردنية وستكون هناك منطقة عزلة اسرائيلية ومنسمى ده يؤثر على الوضع الاستراتيجي لسوريا لروسيا كدعمة لنظام الاسد النقطة التانية ان كان فيه اجتماع في الدوح وتم ابلاغ في وزير الخارجية الروسي ان سيتم تكسيف العمليات العسكرية ضد نظام بشار الاسد وتم وضع خريطة واظهار مدى الضعف الذي بدأ يعاني منه نظام بشار الاسد النقطة المركزية فيما يتعلق به ليه روسيا ما تدخلتش يعني ده توقيت تدخل روسيا في الحقيقة التحرك الروسي حيال سوريا لم يبدأ فيه 30 سبتمبر التحرك الروسي ابتدى من شهر يوليو الماضي بعد الاجتماع اللي حصل بين وزير الخارجية عدد من وزراء دول الخليج وتركيا وكان الهدف منه في الحقيقة هو منع السيناريو التركي الخليجي لإسقاط نظام الاسد في الحقيقة فكرة ان الامريكان عندهم علم انا في ظنني ما كانش عندهم علم بالتحركات الروسية وان حتى تحركات الطائرات سواء السخير 34 او 34 او غيرها من المعدات العسكرية السورية من تم التقاط هذه الصور لهذه التحركات كانت طائرات كانت الاجهزة الاستخبارات الاسرائيلية وتم ابلاغ الولايات المتحدة الامريكية حتى اول ضربة حدثت في سوريا من قوات الروسية علمت بها الولايات المتحدة الامريكية عبر كونسوليتها في العراق قبلها في عشر دقايق النقطة المهمة هنا في الحقيقة ان الاستراتيجية الروسية ايمة على فكرة رئيسية هي تحويل كل مشكلة بتقابلها الى فرص بمعنى حينما اقدمت روسيا على التدخل في سوريا كان العنوان العريض ان هناك عدد كبير من المقاتلين الروس الذين ينخرطون في الجامعات الارهابية المدعومة من بعض الاطراف العربية والاكلومية وكان الحديث بالتحديد عن تركيا النقطة التانية في الحقيقة انه بعد حدثة الطائرة الروسية في سيناء روسيا اعلنت خطاب لجميع ان الروس والمصالح الروسية ليس فقط داخل روسيا ولكن في العالم باتت مستهدفة ومنسمى شرعانة عملياتها العسكرية في سوريا العبء التالت اللي حولته الفرصة في الحقيقة انه كان القوى الرئيسية المعادية للتدخل الروسي كان هناك تنسيق فرنسي تركي واللي يفتكر كان هناك عدد كبير جدا من الزيارات عالية المستوى بين القيادة الفرنسية والقيادة التركية بعد احداث 13 نوفمبر في فرنسا استطاعت روسيا ان تحول العداء الفرنسي للتواجد الروسي في سوريا الى ما يشبه خلية التنسيق الاستخباراتية وتم تنسيق على المستوى اخيره زيارة اولند الى روسيا الحادثة الاخيرة في الحقيقة حادثة الطائرة الروسية في الاجواء التركية بمعنى ان قد يرى البعض ان هذه ضربة الى القوات العسكرية الروسية الموجودة في سوريا ولكن ما استطاعت ان تفعله روسيا في الحقيقة ان حولتها لفرصة بمعنى انها عزلت تماما التدخل الجوي التركي عن السماء وهي تركيا نفسها على نتكن قالت هنوقف طالعات